موسيقى مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان مساء الخير عليكم النهاردة اكيد حلقة جديدة من البيت الكبير النهاردة ان شاء الله هنكون زي ما تعودته على مدار ثلاث ساعات بإذن الله هنتابع كل الأخبار على الساحة الرياضية هنتكلم في موضوعات وملفات كتيرة جدا جدا ان شاء الله تكون حلقة مميزة كالعادة وتنال أعجاب حضراتكم مساء الخير يا سيهام مساء الخير كابتن هاني جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان مساء الخير حلقة جديدة من حلقات البيت الكبير النهاردة على مدار ثلاث ساعات بنتمنى كل الفقرات وكل الأخبار تنال أعجابكم النهاردة في الفقرة الأولى بس بنفكر حضراتكم ان هيكون مشرفنا النقد الرياضي محمد القوسي هنتكلم معاه في ملفات مهمة جدا أبرزها طبعا الدوري اللي احنا لسه مازلنا في المنافسة كمان هنتكلم عن ايه اللي بينتظر الأهلي في الفترة الأخيرة الفقرة الأخيرة ضفنا نجم من الطراز الرفيع نجم من النجوم المقاولين العرب الكابتن علاء نبيل النهاردة مشرفنا النجم الخلوق والمدرب القدير هيشرفنا في آخر فقرة وهنتكلم معاه ممكن في حاجات كتير وذكريات كتير جدا زي ما عودناكم في البيت الكبير يعني زي ما احنا متعودين ومحضراتكم متعودين احنا دايما في البيت الكبير بيكون في فترة الأخبار دي بنبدأ بيها وفي الآخر الفقرة بيكون معانا أسطورة من أساطير النادي الأهل خلينا نتكلم النهاردة ان احنا لازم نبدأ بأسطورة النادي الأهل يعني اعتقد نجمنا الكبير اللي هنتكلم عنه أسطورة النادي الأهل اللي رحل عنا وهو في ملعب استاد التتش نجمنا طبعا الكبير الكابتن محمد عبدالوهاب محمد عبدالوهاب طبعا بتحل الزكرة للأربعتاشر من أربعتاشر سنة زي النهاردة أو بالتحديد زي بكرة خبر صادم في الصبح كلنا صحينا عليه خبر صادم مش لجماهير النادي الأهلي بس لا لكل عشاق القرى لكل جماهير القرى وكل شعب مصر الكابتن محمد عبدالوهاب طبعا نتيجة سكتة قلبية في تدريبات النادي الأهل الصباحية 31 أغسطس من أربعتاشر سنة رحل عن عالمنا لعيب النادي الأهلي اللاعب باك الشمال العظيم ولاعب منتخب مصر طبعا أصيب بأزمة قلبية حد أثناء تدريبات الصباحية باستاذ النادي الأهلي بالتتش ربنا يرحمه محمد عبدالوهاب يعني مش عايز أقول لكم بنتكلم دايما على اللاعب الخلوق اللاعب المهاري باك الشمال العصري كمان من اللاعبة اللي كانت عاشقة لقيان النادي الأهلي واتشارة النادي الأهلي رغم الإغراءات الكتيرة اللي قابلها في حياة وللانتقال خارج أسوار النادي الأهلي لكن دايما متمسك بالنادي الأهلي روح الانتماء دايما هي اللي بتسود روحه لاعب الله يرحمه كان لعب مميز على المستور الرياضي وعلى المستور الخلوقي كلنا مش بس جماهير النادي الأهلي لا كل شعب مصر تأثر وكانت صدمة كبيرة جدا جدا في صباح 31 أغسطس 2006 طبعا خبر وفاة محمد عبدالوهاب الله يرحمه دايما متذكرينك بالخير ودايما متذكرينك أنك واحد من أبناء النادي الأهلي المخلصين ودايما إن شاء الله ذكرك تكون ذكرى طيبة لحد دلوقتي يمكن في ناس كتيرة جدا لما بتفتكر محمد عبدالوهاب تدعي الأم وربنا يصبر قلبه والنهاردة فعلا زي ما أنت قلت كابتن هني ذكرى يوم صعب على كل الأهلقوية وعلى كل المصريين على فكرة لأن محمد عبدالوهاب كان لعب خلوق ومحترم وكل المصريين يمكن عاشوا يوم صعب بعد ما سمعوا خبر وفاته النهاردة محمد كان ليه جملة شهيرة جدا بتوضح مدى أو معاني كثير يمكن جملة لسه ما زالت راسخة في كل أذهان الأهلوية تحديدا لما قال الأهلي عمره مخلف معي موعدا ولن أخلف معه وعدا تلقيت عرضا للاحتراف لكنني أعطيت كلمة للكابتن محمود الخطيب ولا يمكن الرجوع فيها دي كلمة كابتن هني أعتقد بتلخص معاني كثير جدا وبتلخص معنى الانتماء وبتلخص معنى يعني إيه إنك تكون هو مش ابن النادي على فكرة هو مجرد عاش سنتين بس أدقيه تشبع بروح النادي وبأخلاق النادي وبالانتماء وعلى فكرة محمد يمكن يعني كان من الناس زي ما احنا قلنا السنتين اللي عاشوا فيهم دول مع النادي الأهلي داي ممكن بيوضح الفارق ما بينه النهاردة ما بين نجم عاش في الفترة دي وما بين النهاردة لعبة لعبة البزنس خلينا نتكلم برضو خلينا نتكلم برضو خلينا في الموضوع ده قبل كده ما يطلق على ابن النادي أنا في وجهة نظر الشخصية ابن النادي بيطلق على اللعب يعني مش لازم يكون يتربى في النادي الأهلي بشكل كبير لا هو اللعب اللي بيقدر الكيان اللعب اللي بيحب الكيان اللعب اللي بيقدر تشيرت النادي الأهلي وبيحترمه ويحترم كيانه ويحترم جماهيره ده اللي يطلق عليه ابن النادي الأهلي آه ممكن جدا يكون محمد عبلوهاب يعني امتعل النادي الأهلي وقعد فترة صغيرة جدا لكن في اعتقاد الشخصي ومن خلال متابعاتي على الفيسبوك وتويتر كل الناس بتعزي وكل الناس بتفتكروا بشكل كبير ودوت أنا اللي بيسميه فعلا ابن النادي المحترم يعني وبالخير وبالخير طبعا وبالخير طبعا هنروح دلوقتي نشوف تقرير عن محمد عبدالوهاب أسطورة الأهلوية سيظل دائما وأبدا رغم سنواته القليلة بين جدران القلعة الحمراء واحدا من اللاعبين المميزين الذين لا يمكن نسيانهم والذين تزرف جماهير الكرة المصرية على اختلاف ألوانها أدموع كل ما تذكرت إنه أسطورة الرحلة تجسد العشق الجارفة للكيان الأحمر حتى الموت فوق أرضه بين تراب ملعب مختار التتشي التاريخي إنه عملاق الجبهة اليسرى وأسطورة منتخب مصر والنادي الأهل السابق محمد عبدالوهاب ولد محمد عبدالوهاب في قرية سنورس بمحافظة الفيوم في الأول من أكتوبر عام 1983 وبدأ مشواره مع الكرة وعمره 14 سنة في مركز شباب سنورس ومنه انتقل لمركز شباب الألومنيوم وقبل أن يتم عامه الثامن عشر كان يلعب للفريق الأول بنادي الألومنيوم في ناجع حمادي أكبرت نوهبة اللاعب المتألق في صعيد مصر حسن شحاتة المدير الفنية لمنتخب مصر للشباب على ضمه لصفوف منتخب الفراعنة المتوّد بكأس الأمم الإفريقية للشباب في بوركينا فاسو عام 2003 ثم بلغ دور الستة عشر في كأس العالم للشباب بالإمارات في العام ذاته وفي الإمارات التقطت أعين الكشفين هذه الموهبة ووجد فيه نادي الظفرة تأمينا لمستقبل الجبهة اليسرى في النادي فتعاقد معه لكنه لم يرتدي قميص بطل الإمارات بعد أن أعاره لنادي أمبي الهدف الثاني الهدف الثاني لأمبي ساروخ يا محمد عبد الوهاب ومن بوابة الفريق البترولي دخل محمد عبد الوهاب منتخب مصر الأول للمرة الأولى مع المدرب السابق الإيطالي ماركو تردالي وخاض مباراته الدولية الأولى أمام السودان في تصفيات مونديال 2006 وسجل خلالها هدفاً هو الوحيد له مع المنتخب الأول وفي يونيو 2004 طلب البرتغالي الخبير مانويل جوزي من إدارة الأهلي ضم محمد عبد الوهاب وحصل الأهلي على اللاعب بعقد إعارة لمدة عامين بعدما أنهى الأسطورة محمود الخطيب بنفسه الصفقة مع مسؤولي نادي الإماراتي قبل أن يضمه بشكل نهائي بعد ذلك وواجه الظهير الشاب صعوبة لحجز مكان أساسي في تشكيلة الأهلي في وجود العملاق الأنجولي جيلبرتو لكن الفرصة جاءته على طبق مذهب في نهاي دور أبطال إفريقيا عام 2005 أمام النجم الساحلي بعد الإصابة القوية التي تعرض لها جيلبرتو ليبدأ عبد الوهاب في السيطرة على الجبهة اليسرى للمارد الأحمر بلا منازع مشوار محمد عبد الوهاب مع الأهلي يتلخص في 26 مباراة ببطولة الدوري منها ثماني مباريات في موسم 2004-2005 وثماني عشرة مباراة في موسم 2005-2006 سجل خلالهم عبد الوهاب ثلاثة أهداف مع الأهلي في مرمى الكروم وفي مرمى أمبي وثالث في مرمى الإسماعيلي وفي بطولة كأس مصر ساهم محمد عبد الوهاب في فوز الأهلي باللقب موسم 2005-2006 وسجل هدفين الأول في مرمى إسمنت السويس والثاني في مرمى حرس الحدود وشارك عبد الوهاب في جميع مباريات البطولة الخمس أما في دور أبطال إفريقيا فشارك في تسع مباريات وسجل هدفا في مرمى توسكر الكيني في إياب دور الاثنين والثلاثين بالقاهرة يوم الجمعة الحادي والثلاثين من مارس 2006 وفاز الأهلي ثلاثة صفر كما شارك في مباراة السوبر الإفريقية التي فاز بها الأهلي أيضا عام 2006 حصيلة محمد عبد الوهاب في موسمين مع الأهلي كانت الفوز بلقب الدور مرتين ومثلها في كأس مصر وكذلك في السوبر المصري بالإضافة لدور أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي أما مع منتخب مصر ففاز بثلاثة ألقاب هي كأس الأمم الإفريقية للشباب 2003 ثم كأس العالم العسكرية رقم 41 في ألمانيا عام 2005 وأخيرا كأس الأمم الإفريقية 2006 رفقة منتخب الفراعن الأول وفي يوم حزين للكرة المصرية في الحادي وثلاثين من أغسطس عام 2006 وبينما كان محمد عبد الوهاب يتألق في ميران الأهلي تحت سماء ملعب التتش سقط فجأة في أرض الملعب وتوقف قلبه عن الحركة ليتوفاه الله في المكان الذي عشقه من أول يوم وتمنى منذ داعبت قدماه الكرة أن يرتدي قميصه يوما ما الله يرحمك يا محمد دايماً هتكون في قلوب كل الأهلوية وفي قلوب كل المصريين ربنا يرحمك دايماً وإن شاء الله زي ما بقول هيظل في قلوبنا لأن كان لعب مميز وعلى المستوى الأخلاقي وعلى المستوى الفني طيب لسه طبعاً ما أخبارنا أخبار النادي الأهلي إن شاء الله الفريق هيعود بكرة للتدريبات استعداداً لمباراة وادي ديجلة المقرر لها إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي ده في الأسبوع اللي 24 من عمر الدوري عارفين إن الفريق طبعاً حصل على راحة لمدة 48 ساعة هيعود بكرة إن شاء الله التلات ليستعداداً لمباراة وادي ديجلة مباراة وادي ديجلة مباراة مهمة جداً جداً وادي ديجلة بيقدم مستوى ولا أروع الفترات الأخيرة فريق عنده لعبة مميزة جداً بحق النتائج إيجابية وطبعاً أكيد وأنا متأكد أن كل اللاعبين والجهاز الفني والإداري مركزين تركيز كبير جداً 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 على حسم الدوري مبكراً حسم الدوري بدري إن شاء الله نستعد به لجزءين الجزء الأولاني زي ما تكلمنا دايماً أنه هيكون عندك فرصة أنك تجرب اللعبة للشباب اللعبة اللي طالع من خطاع الناشئين بشكل أهدى شوية يكون فرص كبيرة وكمان هيكون الاستعداد بشكل كبير جداً على طبعاً دور الأبطال في أفريقيا وتحديداً طبعاً مباراة الوداد طيب إحنا يعني زي ما أنت قلت عايزين نحسم ملف الدوري ده بدري بدري علشان نفضل أفريقيا إن شاء الله فأنت النهاردة دخل على الجولة الكاملة 24 تقريباً يعني قدامك تقريباً بتاع ستة مطشاط عشان نقول بقى تحسم الدوري علشان نقول مبروك بإذن الله للأهلوية نقوله أمين النهاردة كمان فيه خبر مهم وفرحة وتفوق جديد لأبناء الأهلي على كل منافسيهم الحقيقة فريق كرة اليد في الأهلي موليد 2000 توج عن جدارة واستحقاء بلقب كأس مصر بعد ما فاز على الزمالك في المباراة دي اللي جمعت ما بينهم النهاردة بنتيجة 30 لـ 25 المباراة يعني بنقولهم ألف ألف مبروك رجالة طبعاً ده الناس اللي طالع كمان تكمل المشوار دول الشباب صغير ودائماً لما بتبدأ ببطولة دائماً بيكون عندك طموحات للأكبر طبعاً الفريق الأحمر سيطر على المباراة اللي تقامت وقيمة مبارح في صالة نادي هليوبلس في الشروق منذ بداية اللقاء يعني حسم الشوت الأولاني متقدم كانت المباراة كانت النهاردة آسف حسم نتيجة الشوت الأولاني بفارق 3 نقاط 13-16 قبل طبعاً ما يواصل هيمنته وسيطرته في الشوت الثاني لحسم اللقاء بفارق 5 أهداف حسم فريق هليوبلس المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد فوزه على القلومبي من نتيجة 24-25 في مباراة مرة صنية ما بين الفريق بنقول تاني ألف مبروك للفريق وإن شاء الله الانتصارات قادمة وإن شاء الله نشوف حتى على مستوى المنتخب كورت اليد أعتقد عندنا كاس عالم السنة الجاية في مصر بإذن الله إن شاء الله بإذن الله دايماً نادي الأهلي عنده نجوم كمان بس مش في كورت القدم لكن جميع في الجميع الأنشطة وخصصة كورت اليد وخصصة كورت اليد فلازم نهنيهم وده فوز مستحق فوز الأهلي اللي معودنا دايماً يكون رقم واحد زي ما قلنا في جميع الأنشطة هنروح لفاصل سريع جداً وبعد الفاصل البيت الكبير أهلاً بحضراتكم مرة تانية والفقرة التانية من البيت الكبير زي ما تعودنا دايماً يشرفنا ويكون حوار رائع مع الأستاذ محمد القوسي نتكلم على ملفات كتيرة جداً وأهمها طبعاً ملف الدوري والنادي الأهلي أستاذ محمد أهلاً بيك أهلاً بيك كابتن نورنا دايماً طبعاً أخي كابتن انت حاجة إليك والكل مشاهدين قناة الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان هننستاذ محمد أخيرك طبعاً ما نقدرش نبدأ الحوارنا غير لما نذكر طبعاً محمد عبد الوهاب الراحل محمد عبد الوهاب النهاردة الزكرة الـ 14 في رحيله فحابب تقول إيه للذكرى داي يعني علي رحمة الله طبعاً وربنا يلهم أسرات الصبر طبعاً والسلوان واحد من العلامات في النادي الأهلي اللي مازالت ليه محمد عبد الوهاب لغد الوقت بعد 14 سنة الناس بتفتكروا وصفحة الرسمية بتحتفل به وجمهور الأهلي بتحتفل به والألترس بتحتفل به وكل الشقة اللي بحتفل محمد عبد الوهاب ليه محمد عبد الوهاب لأن محمد عبد الوهاب يعني مات جوا النادي الأهلي يعني محمد عبد الوهاب فضل كل حياته أخر لاحظة في حياته كان بتشيرت الأهلي كان هو يعني عرق التمرين عليه وهو بيلفظ ألفاصل الأخيرة وروح بتفيد إلى بريعة سبحانه وتعالى يعني فمن هنا دي القيمة بتاعة محمد عبدوهاب أخلص للنادي الأهلي أخلص في عطاءه لنادي أهلي أخلص وحبه للنادي أهلي حتى أن من أبرز جمل لأهلي عبر مسيرته عبر تاريخه يعني الأهلي لم يخلف معي وعدا يوم من الأيام ولذلك لن أخلف وعدا أو كلمة قلتها للنادي أهلي كان جايله عرض احتراف وقبلها كان قاعد مع الكابت محمد الخطيب وات اتفق معا لأنه حجدل للنادي أهلي وجل عرض أعلى من القيمة اللي تتفق معنا دي القامل فقال له ما تروح قال له مقدر شاخل في وعد مع الأهلي لأن دي لأهلي عمر مقلب في وعد معي من هنا كان الحب والانتماء والتقدير وقيمة محمد عبدوهاب لاعب كبير جدا له بصمة كبيرة جدا في الكرة المصرية رغم الفترة الزمنية القليلة الآضاها جوه الندي الأهلي ومع منطقة مصر النادي الأهلي خسر محمد عبدوهاب كان يعني حاجة عظيمة جدا في الناحية اليسرى والمنطقة مصر خسره لكن في وقت وقلال جدا يعمل بصمة ويعمل قيمة هي مش بالطول ولا بالزمن مش بالفترات الطويلة اللي انت ممكن تلعبها ممكن تلعب بتأثيرك فترة قليلة جدا لكن يكون تأثيرك كبير جدا زي العمل محمد عبداليهاب على المستوى الدولي كمان على المستوى الدولي اللعب كاس عامل الشباب وكان من ضمن الناس اللي مقتنع بها كابتان حسن شحاطع بشكل كبير جدا ولعب معها في 2006 وكان لعب مميز جدا وكان ليه تميزه في الناحية الوسرة وكان ليه تزديداته من الركيات الحلة المباشرة اللي بيجي منها أهداف مسجلة باسمه كان ليه ستايل كده في اللعب معين فلعب يعني صعب جدا أن يخرج من قلوب الأهلوية كلهم ده حقيقي وكلنا طبعا يعني كلنا يعني كنا اليوم ده صحينا على خبر صادم يعني وزي ما بقولك اللي بيعلي قدره عندي جماهير النادي الأهلي الجملة اللي حضرتك قلتها أنه وعد وطالما قال كلمة يبقى قدل كلمة وده جزء مهم جدا كمان أنه يرحمه بيموت في ستادي التيتش على نيجيلة في التدريب الصبح فلك أنت تخيل مقدار الحب كمان الجماهير النادي اللي بتحبه لمحمد هو جدير بكده لأنه على المستوى الأخلاقي ولا أروع ولا مستوى الفني كان بقى الشمال عظيم في كرة اللحظة دي مهمة جدا اللحظة دي فكرها بالزبط لأن التدريب ده كان صباحي استقبلت الخبر إزاي كان تدريب صباحي كان فترة صباحية فأنا صحيحنا من النوم على هذا الخبر المفزلينة صحيحنا من النوم لقيت الدنيا مقلوبة وإن محايا وبهاب في التمرين كانت تمرين عشاء الصبح ومحايا كان عاف مات ولا راح المستشفى لغاية ما تأكدنا من الخبر كان خبر صادم للناس كلها لغاية بليه كانت مرسية على مطر كلها كان هو حديث مطر كلها في اليوم ده الحقيقة ويمكن حتى الغريب أنه هو لما الحاجات دي قبل ما يموت بساعات لما كتب على في غرفة الملابس أن النفس اللي عايزة كل حاجة النفس ذاهبة وهتروح يعني وهتنتهي وتحدث مع زميله وقال لهم أن أنا حاس أنها أيام قربت لأن كان ميت قبله على طول بـ 28 ساعة بـ 48 ساعة أحمد وحيد لعبت ترسانة كان مهاجم صعد عنده 23 سنة وكان جاي من طريق إسكندريا صحراوي أبليها بيومين بالزبط وعمل حادثة في طريق إسكندريا صحراوي وكان صديق عبد الوهاب جدا يعني في الموضوع فكان متأثر به لذلك أنه قال لي بعد مقالبينه أنه قريبا سالحق بأحمد وحيد يعني طبعا أحمد وحيد عليه رحمة الله وعبد الله برحمة الله وماكملش 48 ساعة ولحق به الحقيقة يعني في مشهد يعني كان حزين ومؤسف لكل الهلوية وانت زي ما بتقول مش بس كماهير النادي الأهلي اللي حزنت لكن مصر كلها حزنت عليه لأنه زي احنا بنقول هو لعيب من طراز فريد على المستوى الفني وعلى المستوى الأخلاق بالزبط هو كان طبعا بدأ مسيرته كاروية في سان نورس في الفيوم في الفيوم مضبوط وبعد مدربيه جابوه يعمل اختبرات في نادي الزاك وابروه اختبرات في نادي الزمالك وقعد أربعة شهور في نادي الزمالك ويمكن قبل ما يوقع على العهد في نادي الزمالك والده رفض ان هو يوقع على العهد في نادي الزمالك لأنه كان منتمل للأهلي أو حاجات ده كده ولكن ما كانت فيه فرصة ان يروح النادي الآلي في الوقت ده راح مؤديه نادي الألمونيوم لعب في نادي الألمونيوم حتى كابتن حزنت شحاتها جابوا من نادي الألمونيوم كان يعني عينه كويسة بيصدد لعيب أشوف جابوا من نادي الألمونيوم من أقصى الجنوب ولعب للمنتخب ومتخب الشباب اتقلق معهم فاشتراها نادي الزفرة لمدة أربعة سنين وملعبش للزفرة على الإطلاق يعني الزفرة اللي اشتراها ما لعبلوش لأن الزفرة مجرد اشتراها بايعوا الامبي هنا في الدور الماتر بعد كده انتقل للأهلي وكانت بداياتهم على الأهل غير موفقة لأنه واخدش فرصته وكان موجود في عصر زهبي بمين ملعبش أوائل يعني أول ما دخل النادي ملعبش كتير ملعبش كتير طبعا كان فيه جيل بيرتو مين يلعب على جيل بيرتو يعني هو ملعبش غير لما أصيب جيل بيرتو كان في تشفات في دور الأبطال في النهائيات ولعب وتقلق ومن ساعتها دخل دماغ منوال جزي وبقى لعب أساسي وبقى يلعب أن توفاه الله يعني الله يرحمه يعني الله يرحمه ودايما هنتذكره ودايما في قلوب الأهلوية خلينا نتكلم على يعني بعض الملفات نتكلم عليها سريعا نتكلم أكيد على النادي الأهلي شايفين أنه كمان حسين الشحات في الفترة اللي جاية بيتعافى بشكل كويس قوي وكان حسين معانا هنا في البيت الكبير وكان دايما أنا حتى سألت بره الهواء أنت رجع أمتى فقال لي أنا بحضر نفسي يمكن مش مباراتي الدوري ممكن بعض مبارات الدوري لكن التأهيل الحقيقي لمبارات المبارات الأفريقية وخاصة مبارات الوداد انت شايف طبعا رجوع حسين الشحات هيبقى إن شاء الله إضافة كبيرة وحلول فنية داخل الملعب طبعا حسين الشحات بدأ النهاردة تحديدا أول برنامج التأهيل بتاع التأهيل النهائي اللي هيبدأ يخش به على التدريبات بتاع الفريق ويبدأ يرجع إن شاء الله يعني المتوقع أن في الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر تقريبا هيبدأ يرجع للتدريبات الجماعية التدريبات الجماعية يعني تقريبا في خلال الخمس تيام دولار من 10 إلى 15 سبتمبر أي قبل الماتش اللي هو ماتش الزهاب مع الوداد حوالي بعشر تيام نأمل إن الشحات يجهز بشكل قوي شكل مميز لهذه المباراة لأن عودته هتكون إضافة قوية للنادل أهلي وحيدي المدرب حلول كتيرة جدا لأن طبعا فيلر محتاج حسين الشحات من القوة ومن العناصر المهمة جدا في النادل أهلي فعودته هتكون إضافة جميلة جدا ووظافة قوية جدا أكيد هتفرم مع النادل أهلي وحتفوق النادل أهلي وبعندك أكتر من حل وأكتر من داعه ويشعل الحماس في المنافسة على المركز اللي يلعب فيه طيب معنا دلوقتي طبعا الكابتن الكبير كابتن كابتن أحمد ناجي منورنا يا كابتن مساء الخير على حضرتك كابتن أحمد ناجي كابتن أحمد ناجي كابتن أحمد ناجي موجود معنا طيب حنتوصل حنتوصل معاه مرة تانية كابتن أحمد ناجي لكن خلينا نتكلم على الأمور الفنية وخاصة نتكلم على المباراةين اللي بعد مباراة نادي الزمالج الشكل أعتقد اتغير بشكل كبير يمكن مش رجع خلينا نتكلم بكل أمانة مش أداء النادي الأهلي اللي قبله كورونا لكن فيه تحسن في الأداء فيه رجوع بعض المصابين شاركوا بشكل كويس أحمد الشيخ رجع بشكل كويس فيه كمان عودة مروان بشكل كويس جدا جدا كمان بجي بيثبت أنه لعيب وبدأ الجماهير بالرغم الفترة الأولى بعض الجماهير قالت لا مش هو ده مهاجم النادي الأهلي لا رجع وأثبت أنه فعلا جدير يكون موجود في النادي الأهلي وأنه عنده كمان الأفضل للفترة اللي جاية تمام خلينا نفسه الله كامل ما إجاب على السؤال ده فيه يعني إضافات تانية تحصل لفرقة النادي الأهلي كهرباء كهرباء قدامه ماتشين يعني بقينه ماتشين كده بقينه ماتش واضي الدجلة يوم الجمعة وماتش حرس الحدود وينتهي لعشر الماتشات اللي قاب بتاع ويضافق قوة للنادي الأهلي يعني أعتقد أنه بيستعد بقوة بيتضرب ويجاهز يعني إن شاء الله يكون جاهز ويبدأ يخش يشارك في المبارات قبل المبارات فده هتكون إضافة قوية يعني إن شاء الله عمر السلية سيتعافق إن شاء الله خلال عشر تيام من العدل الموجودة ويضافة قوية كل ده موجود علينا كابتن أحمد ناجر جعلنا كابتن أحمد مساء الخير يا كابتن مساء الفل يا حبيبي وحشني وحشني يا كابتني والله أخبارك إيه أنا كويس يا حبيبي كله تمام كله بخير الحمد لله يا حبيبي كنا كابتن أحمد بنتكلم طبعا النهاردة من 14 سنة طبعا كان فيه خبر صادم لنا كلنا وكابتن طبعا محمد عبدالوهاب الله يرحمه وتوفى زي بالزبط خلينا بكل تأكد زي بكرة يعني 31 أغسطس 2006 كان يوم مؤلم جدا جدا بكل تفاصيله وكنت جنب الحدث من 10 سنة كنت جوه الملعب طبعا جنبه لا في نفس الدائرة اللي فيها محمد بتاعت موارع محمد جنبي أنا اشرح لنا كابتن برضو يعني والله يرحمه إزاي إزاي يعني فجأة وكاننا في الليل في الاستوديو بيسجن كان مهرجان نعتزال في السيد عبدالحبيب ووقيتنا في الجن سوى الصبح كان تمرين صباحي وبيحكيني بقى على التكنيك بتاع المسجد والتركات وكان في أول مرة يشوفي تسجيلات جوه استوديو وحاجات والمسجد بتلعب بالأول لوحديها وبعد نواضي بشركة بسوته كانت حاجات جديدة عليهم يتكلم بمتهى يعني كانش فيه أي حاجة طبيعي جدا اشتراك خالص بالمرة عادنا اصدادنا وقالنا مطرب واتعاد بقى الأجواء دي بقى عمد وبس وعدنا عادنا القاعدة بتاعتنا اللي هي اللي بتاعت بتاعت الزيل على خطو تلاتنا والناس مكتاة شوية والناس المهرجين وبركات وبعدين نزلنا المنعب بدأنا بالزايرة الزايرة شغالة جات له كورة بصها ورخ واقع يعني تغربنا وبعدين بنبص علي لأنها ما فيش يعني ماكنا تقال اخترخنا بطرق هاب علي دخل والأسعاف على أمل أنه سيضحي لأنا الاستقراك يعني ويج لكن طبعا ما يغلاش على ربنا يعني نتأخذ خورة بصها حياتي وبعدين رحنا بقى على الفيوم كان يوم صعب جدا في الفيوم طبعا أهلهم طبعا كان يوم صعب علينا جدا طبعا لأنه كلنا هنموت شخصية بالنوعية دي وبالفراء دي يعني ملاك ملاك فعلا بفات ملاك وحاجة يعني ربنا يرحمه يا رب والحمد الله 14 سنة فاكت كل سنة يجي معاد موته وكل الناس بتكتبه ده حقيق ده حقيق 14 سنة من النهار ده بالزبط يعني كل الناس وكل على الوسائل التواصل الاجتماعي السوشيال الميديا كلها بتتذكروا بتكتب عنه ده دليل يا كابتن أن الناس فاكرية وده دليل أنه موجود بالزبط ده صحيح ده صحيح كابتن أحمد كابتن أحمد طبعا يعني الله يرحمه طبعا لكن خليني أروح مع حضرتك لملف سموحة يعني كان فيه يمكن بدايات بعد كورونا كان فيه تزبزب شوية في النتائج النتائج بدأت تتحسن بشكل جيد جدا فعايزين حتى في ترتيب الجدول وعايزين نتطمن من حضرتك على سموحة وكمان تموحات التارجت لسموحة إيه سنادي أنه يكون في المنطقة الدافية ولا كمان عنده طموح أعلى أنه ممكن يخش من دمن الأربعة الأوائل في جدول الدول لا وناجد سموحة ناجد طبعا طبعا يعني براكتس مع ترتيب براكتس وانت فرج عامر والجهاز فني على مستورة جدا الكفتر حماد الطبدي كفتر نحن دعا الفتاح وكانت كعفر ومعنى معدي بدل عادلين رائعين يعني نحن نتعلي في جد في بدل من عشرات اليوم طموحاتهم كبيرة وإحنا طموحاتنا كمانتك يعني إن شاء الله بالتباه لعيدنا أربع خمس مباريات فيهم فورتين فيهم فورت يعني فعلا نتوفيق بجد في آخر دقيقة في حاجات زي كده تأكيد طبعا فورت تتقدم فيها كل حاجة طبعا ده أكيد فالحمد لله وشايف أن الأطفال مع كابتن حمادة إن شاء الله تعمل الحاجات وإيش أنت دلوقتي أعتقد في المركز السادس يعني قريبين يعني المرمش بعيدة قوي فكل طبعا التوفير لكابتن حمادة وأنت كمان موجود كابتن أحمد ناجي أنت خبرات كبيرة جدا جدا ومنع شيرتك في المنتخب أنت كمان خبراتك يا كابتن ما تبقاش في الملعب بس أنت كمان خبراتك بتنقلها للعيبة حتى المدير الفني بيستفيد منها وكابتن حمادة صدقي من المدربين الخبار فأعتقد إن شاء الله عاملين سنائي رائع مع طبعا بيت الجهاز الفني يعني يعني كل اللي بيطلب من أهل عمشون حفظ وأنا شايف أنا متفائل جدا يعني إن شاء الله لتبقى بداية إن شاء الله كل التوفيئة كابتن لحضرتك ولكابتن حمادة صدقي والنادي سموحة وكل الأندية المصرية وإن شاء الله بقى عايزين نشوفك في البيت الكبير برضو طبعا طبعا يعني ياريت نسألوا سؤالي يا كابتن آه طبعا كابتن محمد عايز يسأل حضرتك سؤالة لكابتن كابتن أحمد كابتن ناجي أهلا بيك إيه أوسي إزاك يا كابتن عامل إيه إزاك أوسي عامل إيه مبروك الفوز بالتلاتة في المطش الأخير الحمد لله بدأت نتعة هاي شوي لا لا ماشي يا ماشي الله ده أنتم دخلين بشكل قوي شكل مميز يعني الحمد لله طبعا منفعش تبقى معنا وما نتركش عنه حراس المرمى حراس المرمى بعد العودة بعد كورونا يعني شايف أداءهم عامل إزاي وشكلهم إزاي وعايزك برضو تركز لأكتر على محمد الشناوي وخصوصا بعد أداءه في الفترة الأخيرة مع نادل آه محمد الشناوي من كاتل عالم والبطولة في أفريقيا يعني وواضح أنه هو مستمر على نفس الأداء ومستمر طبعا هي كبيرة المدربه المحفظه على المستوى في النادي الأهلي هو محكرس بشكل رائع جدا يشتغل على نفسه وعارف يعني معنى كلمة احتراف بشكلها الحقيقي يعني أنا بقول له أنا فخور بك وبدأ بدأ لسه كان فيه فينا كلام من يومين ثلاثة وقلت له كده بس أنا يعني فخور بي يعني الدور المصري فيه حراس كتير كويسين حارس الاتحاد عماد السيد عامل ثلاثة أربع مقشات بعد العودة من الكورونا كويسين جدا محمود شاك في انبي حارس وعد قوي عنده ثبات كويس عندنا عمر صلاح لها من الأربع كمس مقشات اللي باته يعني يعني عمل مبيعات كويسة جدا في غياب الكابتن هاني الزمان لأنه طبعا توقف ثلاث مقادلات وبعد كده قاله كورونا ربنا شفي إن شاء الله يرجع لنا عضيه بإذن الله فيه أبو جبل طبعا من أجل مبارك فهيسة كتبتة أبو الصعود مع نادي المؤولين حراس كتير يعني بسرعة مركز حراس المرمى في مصر عامر عامر وأحمد يحيا في الدجاج الحربي لهم مستوى برضو حراس كتير مش عايز أنت حد مركز حراس المرمى في مصر مبشر وبخير ومنفوش أي ألعب وانت كنت دايما كابتن أحمد حتى في وجودك في المنتخب كنت بتطمن حتى الأجهزة الفنية يعني أجيري كان بيسألك كنت دايما فدايما دايما يعني دور المصر أعتقد حراس المرمى على مستوى عالي جدا يعني لو بصيت على دوريات تانية مش حتى العدد الكبير لكن عايز أسألك آخر سؤالة كابتن أحمد الجزء اللي ظهر وأنا لاحظته في محمد الشناوي أنه بدأ كمان بشكل أكتر من رائع أنه بيبني من تحت الهجمة كويس أنه بيلعب برجله كويس وأنا فاكر أنت حتى في بعض التدريبات في المنتخب قدت بتركز على أن حرس المرمى خلاص بدأ يلعب برجله محمد الشناوي عامل أسست بالزبط يعني لا في الفترات الأخيرة لأنه كنا عارفين أنه كورت القدم ستتطور بشكل ده صحيح وآخر لأنه اللي بيعمله محمد الشناوي إحنا بالزمان جدا جدا بنشتغل عليه لكن هو طبعا دلوقتي في فترات من المباراة بيلاقي فرصة هو أنه يستخدم المهارة زي ما استخدمها في المباراة اللي جاب فيها مروان عمل أسست للمروان آه طبعا طبعا وهو أساسا طبعا معدل أخوة البدنية عنده التناسق العضلي والحاجات كلها كله كله موجود حاجة بركز يعني ما شاء الله عليك كل التوفيق طبعا للشناوي إن شاء الله بيستمر بهذا المستوى كل التوفيق لك يا كابتن أحمد وزي ما وعدتنا كده مستنينك في البيت الكبير وتشرف إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك كابتن شكرا لك شكرا كابتن أحمد من الناس المحترمة والمدربين الكبار يعني أنا عرفه يمكن عن قرب وامتبع معاه من ساعة ما بدأ من قبل نادي الأهل يعني والحقيقة هو مدرب بيشتغل على نفسه بشكل كبير يعني الحقيقة كويس جدا وبيطور في نفسه وفي أداءه وبيجيب تدريبات التدريبات الموجودة في كل العالم لحراس المرمى الحقيقة يعني ليه بصمة موجودة في كل مكان بيبقى موجود فيها أتكلم عنها الأسست اللي عمله الشناوي في المباراة الأخيرة دي مش أول مرة يعملها الشناوي يعني قبل كده عملها وهو موجود مع بتروجيت وعملها في النهاية لو يفتكلم موجودة أهل وزباك الجن اللي جاب وحسين الشحات عمله كان هو عامل الأسست فده أستاذ محمد خلي بالك أنه يطلع لنص الملعب بالكرة خلي بالك دي ثقة يعني دايماً الثقة بتيجي وحتى على مستوى اللعيبة لما أنا بلعب في الملعب وعندي ثقة في نفسي وحاسس أن أنا في فورمة كويسة لا بعمل بعمل حاجة زيادة ده صحيح يعني ما كانش مطلوب أبداً أنه يبدأ يطلع لغاية نص الملعب وطلع في وقت الشجاعة وعنده صحيح حتى نتفرج على المسجل يقول ده رايح فين بكور فوجدنا أنه يلعب المروان على طول حاجة جميلة طبعاً يعني طبعاً حاجة محترمة جداً وخلينا نتكلم يعني في جدول الدوري جدول الدوري أعتقد الدوري تقسم لتلات أجزاء جزء الأولاني جزء البطولة أعتقد النادي صح اللعبة على المستوى الأفروقي ومشكلة الهبوط زي أنت حادك بتقول تلات مستويات في الدور النادي الأهل في حتة الواحد وطبعاً يعني تقدير لرأي حادك الأهل الأقرب لحسم الدوري لكن ما زال الدوري لم يحسن برضو طبعاً لسه عدد النقاط لسه ما تحسن يعني عدد النقاط أقل من عندك تبقى الأمور المنتهية تماماً بالنسبة لك يعني الأهل تقريباً بقي له تقريباً دوقتي حوالي خمس مباريات ويحسم إن شاء الله خمس نقاط نقاط يحسم المسابقة من النقاط المتبقية يعني فالأهل في منطقة لوحده بتكلم على 62 نقاط واللي بعده 45 ازاي 45 بيرمج 45 بقولين 40 مع لغز في الاعتبار زمالك هتخصب منه ثلاث نقاط نتيجة انسحابه من ماتش الأهلي في الدول الأول القصة اللي احنا عارفين هذه ففي صراع كبير جداً على المركز الثاني شايف إن الماتش اللي جاي بين بيرمج وزمالك ماتش مهم جداً بالنسبة للزمالك والبيرمج إن الزمالك يحتفظ بآخر أمانه في المنافسه على هذا المقعد أو إن بيرمج يحسم لأن بيرمج لو كسب حيوسع الفرق ولسه فيه ثلاث نقاط يبقى الفرق ست نقاط كمان بين الفريتين يعني مباراة بيرمج والزمالك القادمة هي مباراة بتحسم المركز التاني بشكل أبقاء حد كبير يعني بس لو كسب الزمالك مش هيبقى حسن بشكل نهائي لكن لو كسب بيرمج هو مركز على المكان يعني عندك المقاولين بشكل قوي شكل مميز لكن خسر في المنطقة الأخير بعد ما كتب الزمالك وعمل مباراة كبيرة جدا بعشر لعبين وما حدش يتخيل أن المقاولين يصمد قدام الزمالك بعد 30 ديئة حوالي 70 ديئة تقريبا صمد لهم لو حسبنا طبعا الوقت الضيع في المباراة أنه يجي قدام الجنة ويخسر ده دليل أن الدور فيه قوة وفيه منافسة وفيه إصرار وفيه حماد وفيه ناس بتتأثر بالنتاج اللي قبلها ونتاج اللي بعدها وفيه ده مهم جدا فديه المنطقة اللي في النص اللي بيثار عليها الزمالك المقاولين بيراميد والالتحاد ممكن يخش ولا هايبقى ممكن وارد ممكن يخش النهاردة كسب تلاتة واحد نهاردة التحاد عامل مباراة كبيرة جدا عن الإسماعيل في الإسماعيلية إسكنداري أربعة وثلاثين نقطة يعني فبتكلم إسكنداري النواردة بيلعب خلينا شيد بالكابتن طلعت يوسف وبقيادته للفريق وبثقة وبيدير المباراة وبالأداء الهجوم اللي بيلعب بالفريق وبالعناصر اللي بيقدمها ده حاجة جميلة جدا الواحد عبد التفرج للتحاد بيلعب كرة حلوة كرة محترمة والحقيقة أنا شايف لو أن الكابتن طلعت يوسف تم توفير استقرار كامل لهم على التحاد إسكنداري يعني مثلا يتعمل له عادة مدة ثلاث سنين مثلا ويبقى محتوط خطة التكابتن اللي أنت تتكلم عنها دائما عندك خطة طويلة الآدل خلال ثلاث سنين أو سنتين ثلاثة اللي تحصل لمستوى معين يبقى يشارك في البطول الأفريقية على الأقل ده بالنسبالي بقى سنين أنا قادر أبني لكن حكاية التغيير في المدربين هي اللي بتهدي دايما الفرق الكبيرة ما تخليش فرق التالي يمكن لو شفت في أوروبا تلاقي معظم الفرق بيتعاقدوا بالثلاثة واربع سنين مع المدربين عشان يعملوا من الاستقرار مدام أنت مختار مدرب طبقا لمواصفات معينة وطبقا لشروط معينة وطبقا لقدرات خلاص سيبه يشتغل حتى لو تعثر بعد السيزن ويشتغل ادنوا فرصته كاملة ولما يفشل نهائيا خلاص ما لقيتش فيه أمل انتهت النهاردة طنطا كمان المدرب التالت في هذا السيزن بعد الكابتن طبعا أيمن مزين وكابتن محمد صلاح كابتن أحمد سامي كل تغييراتنا مش في صالح طنطا وأنا مش شايف أنه سيجيب نتيجة في الموضوع نتمنى اليوم التوفيق والكابتن أحمد سامي التوفيق لكن الموقف حيبقى صعب على أي مدرب يجي يتولى المهمة وصعب على اللعيبة تخيل اللعيبة اشتغلت مع ثلاث عقول تدريبية فكل عقل خاتهم في حتة عقل كابتن أحمد رمزي غير عقل كابتن محمد صلاح كل واحد ليه فكره فأنا دلوقتي يبدأ معه من الصف رحمد سامي أو بفكر جديد بفكر جديد بفكر مختلف آه طبعا مؤكد هغير في التاكتك هغير في اللعيبة بالملاكد بطريقة اللعب كل شيخ وليه طريقة زي ما بيقولوا وكل مدرب وليه طريقة وكل مدرب وليه رؤية وليه فكر والمؤكد أن المدرب بيكون ليه تأثير كبير جدا وطاغ على الفريق ولابد أن النجاح لما يحصل يحسب للمدرب والفشل برضو بيحسب له زي ما بيحسب له النجاح يعني فأنا بقول لك كابتن طلعت يوسف نموذج لهذا المدرب المنضبط الملتجم اللي ماشي بشكل جيد واللي حظت الاتحاد أنا سعيدا الاتحاد موجود في المكان ده بأداءه ده بقدرته ده في الوقت اللي حزين فيه على الناد الإسماعيل الناد الإسماعيل كان ديها كبيرة جدا اللي دايما كان بيمثل القوة الثالثة في الكرة المصرية بعد الناد الإالي وبعد الإالي والزمالك بيمثل لكن دلوقتي دخل طبعا بيراميز ودخل الأولين ودخل الاتحاد على الإسماعيلي إسماعيلي في خطر إسماعيلي هنتكلم إحنا دلوقتي إحنا دلوقتي هنخش بقى على المرحلة اللي هي بداية تمش من إيه من المركز السابع أنت بتتكلم من المركز السابع لغاية آخر الدوري عندك أبتكلم مركز السابع 11 فريق 11 فريق 11 فريق يعني في منتهى الخطورة بيواجهوا منهم أمبي والإسماعيلي ومنهم فرقة كبيرة جدا يعني موجودة منهم الناد المصري ونكلمت لكن مثلا عنده 21 موقع فخلينا نتكلم خاصة على المصري والإسماعيلي لأن الموقف صعب جدا خاصة النهاردة كمان بعد الهزيمة من الاتحاد موقف صعب جدا كمان نادي المصري بيمر بموقف صعب جدا نتكلم خاصة يعني على بقية أندية الدورة لكن خاصة الإسماعيلي والمصري نطلع فقط لسه مستمرين في البيت الكبير مع حضراتكم ووصلنا لفقرة النجم والحقيقة النهاردة في البيت الكبير نجم هو لاعب نادي المؤولين العرب وأيضا واحد من نجوم منتخب منتخب مصر السابق مدير فني قدير نجم من نجوم التمانينات أو جيل التمانينات الرائع الحقيقة للمؤولين العرب وفاز مع بقاب الجبل بالدورة الممتاز وكأس الكقوس الأفريقية أما عن مشواره التدريبي فحدث ولا حرج هو أحد أبناء مدرسة الجنرال محمود الجهري كابتن علاء نبيل مشرفنا ومنور البيت الكبير نحن مسألا بي كبير فده هكت ليه لما قلت برينس مصر بحب يروح للي عند البرينس فأنت فكرتيه بقى بالبرينس كابتن علاء منورنا كابتن علاء نبيل ده ده قليل عليك وبعدين أول مرة بكاجول وبتاعه يعني لأ ده في حركات بقى كبيرة جد بي لأ منورنا كابتن بجد كابتن متعاود طبعا يطلع يعني بالفرمل على طول طور عملك شيء كابتن يعني تلدي سميل لا لا منورنا كابتن طبعا يعني أنا سعيد جدا طبعا وحشتني من زمان ربنا نخلي الكابتن منورنا كابتن ومشرفنا في البيت الكبير في النادي الأهلي هنتكلم بقى برحتنا كتير وحاجات كتير قوي نطلع بس تقرير عن الكابتن علاء نبيل ونرجع مع حضرتك علاء نبيل المدرب المقاتل واللاعب صاحب التاريخ الكبير ولد في 27 من يناير عام 1962 اشتهر بين جماهير الكرة المصرية بلقب البرنس وهو أحد أبناء قلعة المقاولون العرب في حقبة السبعينيات وأوائل الثمانينيات وكان من ضمن جيل الثمانينات في المقاولون العرب بأسمائه الذهبية نجح علاء نبيل في كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية وتوجى مع ذئاب الجبل بلقب الدور الممتاز وكأس الكؤوس الإفريقية في بداية الثمانينيات تسببت الإصابة في حرمانه من التواجد في قائمة المنتخب الوطني في كأس العالم بإيطاليا عام 1990 بعد إعلانه لاعتزال قبل المونديال إلا أنه انضم بعد ذلك لجهاز المنتخب الوطني كمدرب مساعد تحت قيادة الراحل محمود الجهري وكان علاء نبيل أذراع الأيمن للجهري في منافسة بوركينا فاسو عام 1998 حتى تويج الفريق بالبطولة وساهم علاء نبيل في وصول منتخب الشباب الأردني للمونديال بكندا عام 2005 إضافة إلى الوصول لنهائيات آسيا مع المنتخب الأردني الأول لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية عام 2004 في الصين كما قام نبيل ببناء منتخب قوي للأردن الشقيق وذلك بتصعيد ستة لاعبين من منتخبه الأولمبي للأول منذ أن تولى المسئولية الفنية للمنتخب الأولمبي عام 2009 سجل علاء نبيل خلال مسيرته لاعبا برفقة المقاولون العرب أكثر من خمسين هدفا في كل البطولات ويعتبر من هدفيه الأوائل عبر كل العصور خاصة وأنه كون ثنائيا مع زميله علي شحاتة من بين هذا الجيل الفذ والذي نجح في إيجاد مكان له في تشكيلة المنتخب المصري ومع المنتخب الوطني يمتلك علاء نبيل تاريخا أيضا لا ينسى فقد شارك في أكثر من أربعين مباراة دولية وحقق في مسيرته الدولية الكثير من النجاحات كان أولها عندما استدعاه محمد عبد صالح الوحش مدربه الذي اكتشفه في المقاولون العرب إلى المنتخب في عام 1983 وصنع منه لاعبا أساسيا في قيادة الهجوم بجانب محمود الخطيب أسطورة الأهلي علاء نبيل كان صاحب الرأسية الشهيرة في شباك منتخب الجزائر في السبع عشر من فبراير عام 1984 والذي سجل منها هدف فوز المنتخب الوطني في لقاء العودة بالقاهرة ليقود الفراعنة إلى التآهل لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس كابتن علاء دي مشوار ما شاء الله طويل جدا والحقيقة مسيرة حافلة لكن بس عايز أبدأ باللقب بتاعك يعني هو ايه حكاية البرانس دي جات منين أسلم من اللي طلعوا يعني يعني الناس كتيرة يعني وانا في مجال الكورة لما بروح مكان واشتغل فيه يعني الحمد لله بأسلوبي أو بتصرفاتي وبشيكتي مصممة بقى هو بيقول أنا أول مرة يعني يا جماعة أنا أول ما راجي كاجول وبتاعه فعمري ما طلعت كده عمري ما طلعت بس أنت ببيتك يا كابتن يعني يا كابتن علاء طبعا يعني زي ما بنقول يعني التهارير كمان ما وفقش حقك يعني الناس مكتهدة جدا عملوا تهارير رائع لكن فيه حاجات كتيرة جدا يعني نحب نعرفها منك والمشوار طويل خلينا نبدأ بالحاجات اللي الناس دايما بتحبها أو إحنا يعني بنقولها البدايات كانت إزاي كابتن علاء نبيل أصلا من منين من منطقة إيه يعني خلينا نتكلم في حتة السوشيال الاجتماعية شوية وبعدين نخش طبعا على التاريخ الطويل الرياضي أنا طبعا من سكان مصر جديدة ويعني كنت زي أي شاب في مصر كان المنبارات للشوارع هيا اللي كانت وفي الشارع ده كان طلعت أجيال طبعا دلات في الطرف شو تمشي تمشي بجنب فبدايتي كانت في النادي الشمس وكانت بداية ظريفة جدا كان والدي يا الله أرحمه كان أخواتي المسلحة وكانوا عاملين عضويات مميزة لأخواتي المسلحة فسألنا وقلنا له يا ريت طبعا أرحمه من الشارع أجوان فالمهم رحت وكانت النادي طلع قبل الشام من السين بيومين ورحت بقى النادي بتقى الشام من السين بقى خلت النادي الشمس بقى فطبعا كانت الملاعات بتقسمها برضو ولعبت فأنا وقب بتتفرج بقى كم سنة كابتن سعيد كنت 14 سنة 14 سنة فالمهم واحد تريبا انت صاب فواحد بقول له تلعب يا كابتن أنت بتتفرج قابتن كابتن بتاع زمان جابتن فقلت له ألعب فالمهم نزلت جيبت جون والتاني والتالت قلتني واحد بفرج علي برا كان مدربة ربنا تدلو الصحكة في ناحا كلاشا راح مناديني قال لي انت بتلعب في حتة قال لي تلعب في نادي قال لي هلعب في نادي جاءت بقى البيت فرحان قوي ومن هنا كانت البداية كان نادي ايه بقى نادي الشمس نادي الشمس طب كابتن يعني حضرتك لا لعبت للأهلي ولا لعبت للزمالك وبرضو والد حضرتك هو السبب فانك تلعب في المؤولين او اختر لك المؤولين بعيدا عن اي من القطبين وكان ليه وجهة نظر خاصة يعني ان انت هتتوظف بعد ما تطلع من النادي او بعد ما تعتزل اللعب لا مش حتة التوظيف كانت حتة تانية امال ايه هي؟ المشوار كان راح مصري جاء غاية النادي الاهلي راح مشوار غاية نادي الزمالك وساعتها كان نادي الزمالك والنادي الاهلي كان مجوم كان نراس حرب النادي الاهلي اللي كانت عمود الخطيب ومصطفى عبد طبعا هنيجي للأسماك النادي بس هو ده كان السبب البعد المشوار من اه لا انا قالي النادي اللي هو هيبقى قريب مني وهلعب هلعب او كان مهم انه عايزك تلعب يعني مش مهم تروح نادي كبير وتلعب لا مش توظيف ولا بتاع هلعب يعني لو روحت النادي الاهلي هتعب بغاية ان ملعب فيه فلان وفلان طب امنت ما ندمتش انك ملعبتش للاهلي ده امنت هو انا بعد ما بطلت وبعد ما دخلت بقى في مجال التدريب والاعلام وبتاع لا اللي بيلعبش الاهلي والزمالك بيدفع التامن كتير بتفرق اه بتفرق طبعا كتير بتفرق في كاريرك حتى لو كنت مدرب حتى لو كنت اعليمي وانت تحسها اه طبعا يعني هو طبعا عشان مؤسستين يعني النادي الاهلي والنادي زمالك انا كنت سعيد جدا البلاي في النادي بقى صنع ببطالت لاء حريبت كثير او تعبت كثير لغاية لما عملت اسم و Thank you وصلت و لكن لكن بردو البجهود اللي عملته ده اه لو كنت Tel Prem season عادة خطبين كنت باللعب كنت بقيت حاجة تانية كنت وفرت على نفسك مشوار طويل مجهود كبير لكن برضو كابتن عايز اقول انه كمان النادي المقولين يمكن الاندية الكبيرة طبعا في الوقت دوت. وكان جيل. انا اتمتعت وانا بلعب في نادي المولين. اتمتعت فعلا. وروحت لمنتخب مصر وانا في نادي المولين. صحيح. هي دي بقى النقطة. انه مش من السهل على اي لاعب مش في الاهلي ولا الزمالك انه يوصل لمنتخب مصر. وحضرتك حققت ده. ده عمل ازاي برضو. على هل عشان برضو كنت موهوب بس ولا اه. اقول لحضرتك حاجة. كنت يعني كان الجيل ده محظوظ بمدير فني. الله ارحمه اسم الكابتن عبدالصالح الوحش. لو اقول لحضرتك التشكيل اللي موجود لمنتخب مصر كفيه كم واحد من برة الاهلي والزمالك? كان عالش حتى. كان محمد عمر. اتحاد. محمد غصد ايه? كان في المينيا. المينيا بالزبط. اماد سلمان. اسماعيلي. شو غريب. اه المحلة. على نبيل. مولين. شوف كم العيب. ده يعني. النهار ده انتي هاتي مجيل فني مسك منتخب مصر. لعب هزا كمية من برة الهل والزمالك في منتخب مصر الساسية. محمود حسن اسماعيلي. محمود حسن اسماعيلي. تمام. لا مجموعة طبعا مميزة جدا. وخلينا نتكلم بكل امانة كابتن برضو. خلينا يعني الاندية الشعبية زمان والاندية الكبيرة ديت. مع احترامي الناس الموجود دلوقتي. لا لكن في نجوم على مستوى عالي. يعني تتكلم اتحاد السكندرية فيه ثلاثة اربعة. الاسماعيلي فيه خمسة ستة. منصورة فيه. المانيا فيه. المانيا. فخلينا نتكلم بكل امانة دلوقتي. اعتقد الامور ما بقتش زي زمان. وحضرتك برضو. عشت الفترتين. وعارف. وانت مدرب كمان كبير. وعارف. يعني شفت كمان دلوقتي الموضوع ما بقاش بالسهولة ديت. ان فيه في كل نادي. فيه خمس ستة أسماء تقيلة يعني. فخلينا نعدي الحتة ديت. ونقول كابتن علاء. المشوار المشوار الكورة. وخاصة انت بتقول. وجملة انا بحبها جدا. استمتعت وانا بلعب في نادي الماولين. استمتعت من خلال. لعب دوري وخدت دوري. لعبنا افريقيا. وخدنا افريقيا وسفرنا. ويمكن الفرقة الوحيدة التي كانت في مصر بتلعب في افريقيا. كنا بنسافر عن طرق أوروبا. سفرنا أوروبا. وكنا بنطلع من أوروبا على افريقيا ونرجع لأوروبا تانية. لقد متعنا. متعنا. وكان ساعتها عثمان بير. الله رحمه. كان هو رئيس النادي. مين كان مدير الفني كابتن ساعت. كان مايكل ايفرد. ساعتنا فترة. هي دي الفترة اللي خدنا فيها دوري. وافريقيا. فالفترة دي. ده الفترة الزهبية لنادي المقاولين العرب. حقيقة يعني. دي هذه الفترة بنجمها. بلعبتها. بأسماءها اللي ترج. كان الفترة دي. زي ما قلت. كل الأسماء كانت في الأندية كبيرة جدا. كالأسماء. الفرقة. جينا في وقت. والله كان الفرقة اللي بتتعادل مع مقاولين العرب في ملعبها. يقول لك. هل تتعادل مع مقصب بالنسبة لها. اه. ده حقيقة. فإحنا خدنا دوري من أهل وزا مالك. وخدنا أفريقيا. وخدنا كاس. يعني. بحضرتك برضو كنت من الهدفين الأوائل. نقدر نول عبر كل العصور. يعني أكثر من خمسين هدف سمعنا التقوير. بحكم. بحكم مركزي. آه. تمام وكان برضو عندنا الله رحمه. كان ناصر محمد علي. كان عدم حمد نوح. كان عندنا عبودة. كان عندنا نبيل إبراهيم. شيشيني. آآ شاشيني في نصر ملعب. كان شهدب بس كانت بسم الله أنصب تريحك ويوصلك. يعني بك. يعني به لازم يجب جيد كنت. بعدين كنا مميزين جدا 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 في اختيار المحترفين اللي ساعد ونادي الموايين العرب. اي. لا ساعد لما تفتح باب الاحتراف. الناد المويني العرب كان مميز جاب تلاتة منهم اتنين اعتقد اللي هما من احسن لايب اللاجون في مصر كان بالانتوان طبعا حرس مرمى عظيم. وكان عبدالرزاق في مصر الملحبة. وكان اسماعيل ديفان. بس الاتنين دول كانوا عليين اول. ده على مستوى الافريق انت بتتكلمش على مستوى المحترفين في مصر. ده كان على مستوى المنترحلات. يعني كنا مميزين في اختيار اللاعب. يعني فكان يعني ساعتها بصراحة كان اقول لحظة لك حاجة. المهاجمين نادي المويني العرب. علاء نبيل وعبودة وحمد نوح ونصر محمد علي ونبيل إبراهيم. لعيب تلاتة واحد. لعيب بقى ثلاثة. وقعادي بقى الباب. مشكلة. غير الاسماعي التقيلة اللي في الفرق التانية. طبعا. طبعا. يعني بقول لحظة لك فرقتنا كان بس الحتة قدامنا دي كان فيها مين. نصف الملعب كان الشيشيني وكان محمد ردوان وكان عبد الرزاق وكان محمد عمر. يعني. وحتى على المستوى الدفاع كان فيه لعبة. كان جمال سالم ونبيل عمر وزمزم وعليش حاتة. ورغم عن كده خلي بالك جيب تكون فيكم. اه لما سنت على كده. كنت لسه صغير كان عندي كان يعني ساعات النادي لابا كان عندي تمنتاشر سنة. وكنا اعتقد كمال الماتش كان في المقولين. اتذكر ما انا كل اللي فاكره واللقطة اللي حتى بطلحها دايما. اني كان فيه كورنر بيتلعب. وانا كابتن علاء كان قدامي. فانا قلت له بقى خلاص انا سنت عليه كابتن علاء ما شاء الله طويل. كنت رقم سبع. انا كنت رقم سبع. انا كنت رقم سبع. الزبط. سنت عليه. سنت عليه وحطيتها. كان جون حلو. بصراح. فطبعا يعني فرقة تقيلة. اسماء تقيلة. ومنها رحت لمنتخب مصر. منتخب مصر. ومن منتخب مصر لتدريب منتخب مصر. لكن رحلة منتخب مصر ولوس انجلوس. زي ما شفنا في تقرير الهدف لحضراتك. يعني. ده جون الجزائر. وفيه برضو جون بتاع تونس. تأهلنا به لأمم أفريقيا. برضو كان هدف. كسبنا واحد صفر في القاهرة هنا. كنت انا اللي جايبوا الجون. وتعدين هنا صفر صفر في تونس. ده كان برضو هدف. وصلنا إلى أمم أفريقيا. لكل دفار. وهدف كانت آخر دورة أولمبية لتعبت بالفري الأول. التي كانت بتاعة تونس. تونس. أنجلس ناكر تمتعنا برضو بها. طبعا أكيد. عد ما شاء الله برسول الله برسول الله تمتعنا فيه. وبعد كده عملت تحت سنة 23 سنة. فدكن آخر ديكولة أوروبية. ديكولة أوروبية. هل من اللحظات المضيئة في حياة كابتن علاء النبيل. لا يعني الهدف في الجزائر سنة 84. ولا لما كنت في الجهاز المعاون مع كابتن جهر الله يرحمه في 90. ولا تونس. إيه اللي تفتكره. وإيه اللي عزيز قوي على قلبك يعني. والله بصحة حديث كلها ذكرات حلوة. أبعه 80 عشان علاء نبيل من نادي المعاون العربي يجيب جون ويفرح الناس كلها تحتك. لو تتخيالي العواميط في الصادقة هرة ما كانتش باجنة من الناس قاعد عليها. طبعا طبعا طبعا. عشان علاء نبيل يفرح الناس كلها بهدف ومنملعب فيه محمود الخطيب وفيه ثارة وزيد وفيه مختار وفيه 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 وفيه. علاء نبيل أصغر اللي عيب السنة في هذه المباراة أجيب الجن كانت لها فرحة كبيرة جدا. علاء نبيل لما يبقى بمتخب مصر ونروح وبركينا فاسه 98 ونجيب البطولة من بره ونيجي من أجمل البطولات أنا بقى أعتبر 98 و2008 من أجمل بطولات البطولات الأفريقية الأفريقية. تمام ويمكن كابتناني كان معانا في 98 يتعامل عليها كتاب. حين كنا راحين. ده من قبل ما نروح. ليه ليه قلت تعمل عليها كتاب ليه لأن احنا من قبل ما نروح. والصفر نفسه. وبداية المعزكر وأثناء المعزكر وأثناء المباراة. وبعد المعزكر. حاجات كتير. طبعا هو الكابتن جار اللي أرحمه وفي المؤتمر. قال لبز. الناس فهمته غلط. حتى الأساس حزم سكواتو علاجه معك. كابتن جاري مانش كده. بس محدش عايز يسمع كله. بستني. تمام هو بيقول لو أنا كابتن جاري كاليمشت في الصلاحات الظريفة كده. قال لك أنا لو دخلت مطار بوركي نفسه. سأقول لي أنت مين؟ سأطلالهم من الجواز. سأقول لي أنت ودخدتش كاس عالم مش عارف إيه. وعملتش إيه وعملتش إيه. فأنت أقف في الركز 13. تمام؟ فأه. لكن كابتن جاري يقول لي أن أطلع بركز 13. يعجبها مانش كده. مشت. وبعدين هو. بسم الله مش شكل زكي. فأنا عدين على الفطار بدأت. خليها تمشي. أنا عايزك تمشي بقى. هم أبقى عزين كده. خليها تمشي. يعني هو كابتن جاري ما كانتش يقصدها بالمعنى اللي خديته الناس. خالص. خالص. وبعدين من الضغط بقى اللي حصل. فأنا. كنا فصلنا كده جاكتات. عند عمو مصر الله يحبه كده في مدينة نصر تارزي كده. كده. عملنا جاكتات عشان نسافر بيه. طبعا اللي احنا بشوف. عارفة عارفة. 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 عارفة الكوم الغاية هنا. ده الكوم الغاية هنا. عارفة. 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 ده بحلوة يا محاولة يا محاولة. عارفة. فعملت لك بدلتين عند عمو ناصر. عمو ناصر. فكان كابتن سامير ساي وكابتن جاري. كنت انا وكابتن فاتحة وبروكة كابتن سامير عدلي. وكابتن فكر الصالح. فبقول لك كابتن احنا خلاص بسافرين بكرة. بنبرة كده بقى يعني هين. وكان بدخن جامل وراه. طف كده السجارة. رح بصص لوراه. قال لي يا عالوة انت سدقت. انا رايح اجيب البطولة. يا حبيب. اوه. انا عارف جهازك كويس. وعارف لعيبتي كويس. انا رايح اجيب البطولة وراجع. اوه. فاكر لما كنا في تايلاند. بطولة تايلاند. وكان معانا احدى الصحفيين. وعمل لكم استفتاء. هنطلع الكام وكلكم. وقلتوا هنوصل نهائي. عمل اللعيبة. اه. استفتاء تطلع. ودخل على الغرف. واسألهم. وعمل استفتاء. وجيه. بالليل على العشاء. ايه دا ايه دا. قال له في ايه. قال له انا اسألت اللعيبة كلها. بقول له كلها هيوصل نهائي. كابتن جدي قوته جدا. حتة جدي قوته جدا. اه طبعا. فروحنا جبنا البطولة بالرغم المتاعب الكبيرة. الكبيرة. وهذه البطولة. اه. اشيد بكل اللاعبين. وخاصة كابتن هاني رمزي. ليه يا كابتن؟ ليه يا كابتن؟ اللي كان موجود. اه. بص صحيح. لا قول. قول بقى ونستغلوا التواجدوا معانا. لا قول يا كابتن قول. احنا في البيت الكبير يعني. الكابتن هاني رمزي. اه. اللعيب الوحيد. وانتعالى بعدك وصلنا هناك. ايه المكان ده؟ ايه ده؟ احنا بقى رحين بقى على اساس بقى ايه؟ اه. هنروح بقى اننزل في قتلات. واننزل للجم الصبح بش عادة الساعة كام. وانتساونا الساعة كام. وانتدليك الساعة كام. نروح لنا ايه ده؟ يعني لو رجعنا بالسلامة تبقى الحمد لله قوي يعني. اه. والله الحكة كانت صعبة جدا. اه. وكله بقى واللعيبة وكابتن جهرت. شد واوة كام. دخلنا اول يوم نتغذى. فعبارة الغذى عبارة عن ايه؟ في غرفة كده دخل شالية كده يمكن. حاجة صعبة جدا يعني. والطروزات معمولة على حرف يو. والنزل والاكل نزل. طبعا اللحمة شكلها صعب. السودة اللحمة سودة صعبة. والاكل فعلا مش بتاع رياضيين يعني. هم مجدين كانياتهم طيبين جدا. جدا. هو الوحيد. اللي مكلش غاني رمز. لا بالعكس. الوحيد. اللي قاعد. ما بيتكلمش. وماسك سوكس كوكل. ويروح بدخل الكرس مكان. وقايم. هو كابتن رمز. كان محترف ساعته في ألمانيا. والله اه. ده حصل لان. خلي بالك. ودائما بتكلم مع الناس في النقطة دي. نقطة مهمة جدا. ان اللعيبة بتيجي. يعني ما كانش فيه ناس محترفة كتير. فهم واغدين. هاني جاي بقى. هيتقارنن علينا. فأنا لازم. مش هقول القدوة. لكن انا لازم اديهم السكة. ليه قدوة برد. لا لازم اديهم السكة. أولا. لان لو انا رايح مع نادية في حتة. والنادي. رحنا حتة مكان صعب. لازم تتعايش. انا متعاود اللي قدامي. يا فاكرة كابتن. اللي قدامي باكله. يعني اي حد. الحقيقة. لحقيقة. مش عارف مرة من اللعيبة قال له. كابتن عن عزيز. قال له. هو الراجل المحترف في المانيا. باكله. وانتم مش عارف ايه. وانتم مش عارف ايه. وانتم كبتن. كاليف شهرات من صلحات لذيذة كان. فهاني عمل موقف. ساعدنا كلنا. فعلا اللي احنا اللعيبة دي. قال لأ خلاص. ده هاني زي ما هاني بيقول ايه. ان هو محترف. وهو اللي بيأكل الاكل ده. بيتعامل. بيتعامل مع الموقف. لازم. المحترف. انام هنا. وبتاع الحاجات دي كلها. فكان موقف جميل جدا. البطولة دي كان فيها مواقف كتير جدا جدا جدا. لا تتخيلها. زي ايه كابتن عليك. اقول لحضرتك حاجة. مثلا مثال صغير مثلا. فيه مباراة. مثلا بوركينا فاسو. معلش كابتن عليك. قبل ان نخش فيه معنا خبر مهم جدا جدا. وصلنا دلوقتي انه اوقف الاتحاد الدولي لقرة القدم الفيفا. الغرامة المالية الموقعة على لاعب النادي الاهلي محمود عبد المنعم كهربا. المقدرة ب 2 مليون دولار. تقدم طبعا. احنا عارفين محمود كهربا. كان طاعا على القرار الصادر من الاتحاد الدولي. بتغريم اللاعب ماليا. مؤكدا ان عقده معه الزمالك. انتهى قبل رحيله الى الدور البرتغالي. كهربا كان طاعا على في المستند. اللي قدموا اتحاد الكرة. وارسلوا الزمالك فيه شكواه. وزي ما احنا الخبر قدامنا بيقول. ان المستند دوت تلع يوم 25 اغسطس. وبالتالي القرار لسه يمكن الخبر قدامنا دلوقتي. ان القرار ان الغاء العقوبة المالية على كهربا مقدرها 2 مليون دولار. طبعا خبر في مصلحة اللاعب. وخبر مهم جدا جدا حتى على مستوى المعنوي لللاعب. وخاصة ان كهربا خلاص على ابواب الاشتراك. ان شاء الله فيه مباريات النادي الاهلي. وان شاء الله نستفيد منه. ويكون فعلا خبر سعيد على المستوى المعنوي. ويترجم ان شاء الله الملعب يكون على مستوى الفني ان شاء الله. نقوله مبروك. مبروك يا كهربا. انتقدر كبتل. انتقدر كبتل. انتقدر كبتل. انتقدر كبتل. انتقدر كبتل. طالعين بقى الباص بتاع بعدهم فرحانين. خلاص نص النهائي. كبتل جهري كان عنده ميزة جامدة. عارف معدن اللعاب المصري. وثقافة اللعاب المصري. هو عارف اول ما بنفرض في حاجات كتير. بتجيب نتيجة عكسية. كاقامة. في فرحة. فطلع الباص لقى الفرق. رأسه هنا. مبسوطين. راديو بقى شغل. راديو بقى شغل. راح غامج لي راح تقفل الراديو. راح وقف له فصل عربية فاكرة. ايه المطش الزبالة دا. ايه المطش دا. انتو كسبتو كده. انتو مش عارف ايه بتاعك. اللعبرة واحد. من التعنيف يعني. اه. وبيحاول ما تفرحوش بقى زيادة اولا. بعد العشاة راح عاد معاهم. وانتعشينا. وقالهم كلمتين حلوين. وبلدكم السنياكو. وكلمتين واو واو واو. والرئاسة كلمتنا. والله. ولازم الناس اللي جاية دي الفرق. كلمتين برضو ايه. دخلوهم. ولعبنا النهائي. وكسبنا اتنين صف. ومن المطشاط. سبحان الله. يعني ممكن. ابنهاني برضو مدرب. وكبير. وعارف. ساعات وانت قاعدك يا كوتش. كده على الدكة. انت عارف اللي انت هتكسبه. ومهما المطش طال انت هتكسبه. ثقة. بيجي لك احساس كده. مع ما حصل لا. النهاردة هنكسبه. بيمبان. جنوب افريقيا. انا قاعد. هنكسب هنكسب. هنكسب. تمام. تمام. آآ. وسبحان الله. عشر دهايق. وقدمش الشمس كدنيام ده جدا. وراح نبالعب كل كاس يضل هاني. واحد صف رحمة حسن. دايم. بعدها. بعدها. ولو كنا عادنا التاني يوم. مكنوش هجيش هجي وجون. وجبنا البطولة وارجعنا. سبحان الله. دا حقيق. يعني من الماتشات اللي فعلا بتحس ان انتي بتحسميها في وقت. لو الماتش طول شوية وانت سفر سفر هتخش في مشكلة. فجون في التاني. وعملنا ماتش حب. حتى على المستوى اللي عامنا ماتش كويس. وجنوب افريقيا كان فريق كبير. فريق يعني كان فريق. بقى القوتيل كان فيه طيارة خاصة. واريك برضو من الحاجات اللي هي القائد اللي بيقود. كابتن سمير عدلي جاءنا الصبح. قال لنا فيه طيارة خاصة عليها جمعية. كابتن جور قال له لو شفت واحد هنا. هيتعمل لك مشكلة كبيرة. كابتن سمير يوم المباراة طلع على المطار. واخد الناس وودوهم على استاد. اللي هو كان بوبدالاسو طريبا اللي كنا بنلعب فيه. وروحنا جوم بعد المباراة. يعني هو كان بيحسب كل صغيرة وكبيرة. فيه سيستم. كل صغيرة وكبيرة. فيش حاجة اسمها حدي بقى موجود. وفرحة ومش عايف لقى. خلصنا ورجعنا. مش هقول قوتيل طيب اللي كان شفت. مكنتش قوتيلات كانت عبارة عن شليهات كده. دور واحد كده. فكابتن جوهري بقى قاعد خرج بقى إيه. هو دايما الله أرحمه. كان البنطلون دام اللي بقى تلاقي مرفوعه كده. رغيت سمانة رجله كده. فالخارج واحدة برفعها واحدة هزلة. فقال لي بقى أنا أعمل إيه بقى أنا دلوقتي بقى. الناس هيعملوا فيه إيه بعد. قولت برق السلطاشر. فقالوا من العكس يا كابتن. قلت بس الطائية. قالوا أنا بيه أنا بيه أنا بيه. والله. قاعد بقى يضحكوا. بس كان لي رؤية برضو جامدة جدا. قال لي. هتشوف. ربنا يصر هتشوف بكرة يا صليم. وكانت 48 ساعة 72 ساعة فرحة. وسيطر رأيس قابلنا في المطار. وابدأ بقى الإعلام. الحق منتخب مصري بياخد قد إيه. حق منتخب مصري فين الضرائب. إلحقه إذا فيه مناشطات. إتخذت. وبدأ من هنا التركيز. التركيز بقى على موضوع التلوس. وعلى موضوع المناشطات. الموضوع مختلف تمام. كابتن علاء. أنت واحد من الناس. اللي كابتن جهري كان بيحبه جدا. أنت وكابتن فتحي مبروك. لأنه شرفنا. وأحد يتكلم عن كابتن جهري برضو كتير قوي كده زيك. بس هو في اللقاء معنا كان بيكلم عن مدى ثقة كابتن جهري فيه. رحمة الله عليه. وكان ساعات كابتن فتحي يقوله على حاجة وياخد بيها فعلا. كابتن علاء نبيل برضو. هل كان في الوقت ده طبعا. كان كابتن جهري ممكن يقول حاجة. فكابتن علاء يقوله حاجة تانية. فياخد بالاقتراح. كابتن علاء. وكما بيحبك جدا. أقولك حدوثة صغيرة كده. كنا باللعب لبنان. باللعب لبنان في لبنان. نكسب. في لبنان نتآهل لأسيا الأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية. فبدأ الضغط علينا هاني. ده قبل الماتش. لا بدأ الضغط علينا في آخر تلت ساعة. كنا كذبانين واحد صفر. طبعا آخر تلت ساعة طبعا. يعني بدأ الضغط علينا يقول. كابتن جهري بدأ يتشد. فارح تقايم قايل له. كابتن نشيل دلوقتي فلان. والنازل كان فيه العيب سريع. واسمه أنا الزبون. النازل أنس في الجنب اليمين. قام بعمل اللي تعمله. أعمل اللي تعمله. أعمل اللي تعمله. مهم. عملنا التغيير. مفيش. سبع دقايق. نصف الملعب. أنس جاب الجون الثاني. خلص المبارة. سمول الأمير علي. كان من العمال للبنان ساعة وربع. ساعة مصف بالعربية. وصلنا للأوتيل. لدينا الأمير علي داخل علينا. فبيقول لكابتن بواري. كابتن محمود. كان بيقول لكابتن محمود. التغيير اللي انت عملته. ده تغيير. يعني كبير قوي. هو اللي غير مجرى المباراة. رد قال لي. قاله ده علاء. هو اللي عمل التغيير ده. بواريكي المدير الفني الكبير. اللي هو وصخ في نفسه ووصخ. ما فيش حد ممكن يقول له. ممكن جدا. اللي هو بيصغ في علاء النبي. صحنا أنا بفتكر كابتن المكسيك. المكسيك يمكن كانت. أنا شايف أننا عملنا بطولة لحد ما. لكن طبعا مباراة الصداية اللي كان فيها مشكلة. حصل حوار أو مشكلة بالنسبة لعلاقات داخل الجهاز. في رحلة المكسيك دي بالذات كان فيه. كنا لعبة كنا نحسين في مشكلة ما. يعني في مشكلة. أننا رحنا بدر شوية. نتفاكر أننا رحنا قبلها. فترة زهق. قبلها بشهر تقريبا. عشان نتعقل مع الجوة. حسنا أن الفترة عشان رحنا بدر شوية. بدأت الأمور. اللعبة تزهق. والجهاز تزهق. هي من أسوأ فترات منتخب مصر مع كابتن محمود الجهر. سواء اللعبة. إن كانت حصلت مشاكل سواء. والجهاز برضو حصل بقى فيه تاتشات ما بين أحد أفراد الجهاز واللعبة. فبدأنا حتى كابتن قال لي لا فيه حاجة مش مضبوطة. وهو بقى كان بتفاعل وتشام هو كابتن جاري. كان من الناس دي. اللي بتتفاعل وتتشام. طبعا. لدرجة هو كابتن جاري عنده تقوص كده. فهو حابب لو إحنا نغدينا مثلا المكارونا والماتش مش كويس. فنخلي الغداء يعني يا ريتي الغداء يبقى مكارونا. بجد والله. أنا بتشام من أحد المطربين بدون ذكر. بتشام منه بتشام منه. حضرتك؟ جدا. ليه بقى عشان ما بيغبتك. حضرتك أسمعه. لو أنا خرجت العرباء داي لو لقيته في الراديو. ممكن العرباء تخبط بقى واقفة. بجدت والله. لا 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 فضيع معي. فبدل ذكر أسمعه بقى. هتقول لي بعد ما خلص. لا لا بلاش ذكر الأسمع. لو قلتهوليك هيحصل لحاجة وحش. اه بلاش بلاش. اكتبهولي. فاكر ماتش الجزائر اللي كان في أسوان قبل بوركينة فاس اللي اتغلبنا فيه. كان عداد قبل بوركينة فاس اللي كان لعبناه في أسوان. اللعبت أنا الماتش دا ولا كنت موجود. فاتغلبنا فيه. فإحنا كنا قابليها بيوم. عزمنا في النايل سيتي في. ايوه الرحلة اللي لاي. فواحد ويف ورانا في كمانجة عمالي. يا عم الحامل. وعمالي يغني. يا عم بعد عندنا. أو غني أي حاجة تانية. ما فيش. تاني يوم اتغلب. فاتغلبته. اه فقلت له كابتل ربنا يسر من النهار وشك. فالبهم اتغلبنا ورعملنا اكتماع. بتاعك كمان عزف. أو غني له يا عم الله دي. يعني ايه؟ ما فيش. مهم بقى جمعنا وبتاعه. وبقى كشر. انتم عارفين انت غلوبتوا ليه. وانت كلنا تشدين. هالك عشان تسمعنا فلان وفلان. لا والله. ا terminati عكو والله. بس كان بيهذر يعني. يعني أكيد نتي الأسباب الحياة. هو على الآبها يعني تفهمت. بس هو. بعد كده. لا خذ بالهم. خذ بالهم. ده ما اشتغلش خالص سابقا لا بس كابتن كنت يعني كابتن جهري كان بحب شغله لدرجة الجنون وانا عارف ان ساعات بتبقى فيه انت بقى بتحسها كمدارب عام او مدارب مساعد امتى اكلم كابتن جهري وامتى لو في معلومة او في حاجة ما اقدرش اتكلمه دلوقتي خلينا اتكلم على العلاقة دي كانت ماشية زي مساعدين كابتن جهري كانت العلاقة ماشية بي ازاي يعني العلاقة طبعا كابتن جهري كان الناس يقول علي ديكتاتور لا كابتن جهري كان باستمع كان باستمع كواس اوه بدليل الموقف اللي حضرتك اوه لا كان باستمع كان دايما كابتن جهري اللي بيتقالي ان هو ما بيسمعش لحد اوه ومسلا فيه مثال مباراة المغرب فاكر احنا عمنا هنا كواس اوه دي فاكر وغيرنا لك بتاعك يوم المباراة لعبت ساعتها كنت لعبت فسط الملعب بتاع اللي هو طرق السعيد رأس الجنوب فاكر انت المباراة دي من احنا المباراة انت عملتها فغيرنا له البوزيشن بتاعه الفجر قال لي كذا 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 بس قابليها قال لي انت نمتله لأ قال لي طب ايه رأيك نعمل كذا 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 كوي بديش في لواحد بالدور هو كابتن الجهري وكابتن علاقة بيحكي له بص انا عملت خطة مية في المية في الكابتن قال له ده كده مية مية قال له بس عندي مشكلة قال له ايه قال له انا حاطت اتناشر واحد واحنا المفروض نلعب احد عشر هو دايما بيحبي اقبل ياه فلا كان زي ما كابتن كان بيقول حقيقة الشنطة دي في أفخم مناطق فيك في العالم محطوطة يا دوبك عشر دي ربع ساعة نستمتع بالمكان والشنطة تطلع والورق يتفرد ونعمل ونسوي ونكلم فلان ونعمل فلان ونكلم عمل ايه وكان يمكن هاني يعرف كواس قوي كان كابتن بتابعه بورياته في ألمانيا ازاي يقولي نص ساعة وهاني خلص الماتشة نص ساعة بعدها نكلمه نشوفه ونبريكله او مثلا لو المباراة خسار هيعمل كذا لا لا واحد بيحب شغله كابتن علاء ده بيحصل دلوقتي لا لا لأ لغير الموضوع لا خالص 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 ولو النتيجة هنا بتحكم فيش حاجة بقى هنا اسمها اتصال ما فيش اولا ما فيش الابشن ده خالص ما فيش المدرب اللي هو بيقضي حياته أو وقته كله لعمله او لا 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 هو كابتن علاء يعني كابتن جوهري احنا عارفين كان يعني خلي بالك يفري برضو سامه كابتن علاء بيفري الزمن السوشيال ميديا دلوقتي مختلفة الماتشاط يمكن الماتشاط بتاعت أوروبا دلوقتي بتتزاع على كل القنوات فالمتابعة بيتأسهل شوي انا على فكرة الوحيد لا أتكلم نهاية حادة انه يكلمك او يرأب لها لا أتكلم اخلاص انا أتكلم اخلاص في العمل ده قليل جدا تلاقي نموذج كابتن جوهري ده قليل جدا لان كابتن جوهري ما عندناش حاجة تلاقي بيكلم في كورة لو كابتن جوهري ما بيشتغلش في الكورة تلاقي بيكلم في كورة مرة عزمنا وحسام في القطمية عن دخال. هل نتغذى ونقعد نتكلم. دي حياته. النموذج ده صعب يتقرر. لكن على فكرة كابتن جواري الوحيد اللي جالي ألمانيا. كنت بلعب في كذا. لو كان الوحيد اللي راح للغاية النادي. وزارني هناك. وقعد مع المسؤولين. وفرقته على الأستاذ. يعني إذا أقول لك. الراجل كان عايش حياته كل الكورة. دي حقيقة. وكابتن جواري كان مرة أول فاكر كابتن علاء بعد مطش المغرب. والمرة الوحيدة بقى اللي لقيت كابتن جواري راح واخدني. ودخل بها الحمام قال لي ايه ده. بعد مطش المغرب طبعا. لما لما. زاعت في القوضة. لأن إحنا ما كناش عايزين نلعب سحل العجب. فاكمل بقى أنت الرواية دي عشان نسحل العجب لي. إحنا اتكسبنا أول مطش لزامبيا. ومعادين موزنبيق. وبعدين خلاص اتأهلنا من غير ما نلعب مغربة المغرب. بس كنا نلعب على الأساس إحنا تعادل نطلع أول مجموعة. بالضبط. حتى اتأول مجموعة دي برضو يعني ايه شو حلو الأول مجموعة. فاتغلبنا المغرب بجون الوحيدة اللي جات علينا وجون لو اتكرر مئة مرة مش هيجي بالمغرب. فالمهم رجعنا العربية سودة. وشوش الجهاز وشوش اللاعبة. طبعا. يعني ايه ده ايه ده في احنا لو احنا برضو متأهلنا يعني. دخلنا كجهاز قعدنا مع بعض اللي عامل كده واللي عامل كده وكابتن جوهر يوشه. مقلوب. فضيع. خدنا بعضينا هنا تصحرة طب خدنا بعضينا عادة تماشى في الصحرة كده. ايوه في الصحرة. صحرة صحيح والله. عادة تماشينا في الصحرة وهنعمل ايه وهنرجع وهيقوله ايه وهنعمل ايه. اتفكري بقى في حاجات يعني مش كويسة. رجعنا الشالي ده لقينا كابتن جوهر قاعد في الصلاة. انت كنت فيه. ايه كابتن فيه. ايه كنت 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 فيه. اتأخرتوا ليه كده. واش عارف ايه. فيها كابتن. احنا سابيناك يعني لو كل حد يتكلم عليك. قالك فيه حاجة كان ممكن مسلا. لقيت وشه مرتاح يعني. فعلا اللي قال اللي وراء كل رجل العظيم امرأة. نموذج ليه. مادام سامية. جوهريق اللي هي كانت زوجة الكابتن. محمود الجرال ارحمه. اتكلمته. وقالت له انت زعلال ليه. انت فرقتك. ما تستحملش تلاعب تونس. الساعة ثلاثة الظهر. لان كنا طلعنا الاول. كنا اللاعب تونس الساعة الثلاثة الظهر. احنا طلعنا الثاني. فبتقول له انت هتلاعب كود دفور. او مطش. خوي. بس هتلعبه بالليل. بالليل بالظبط. ايوه. وكانت. كسبنا كود دفور. كسبنا بوركينا فاسو. لعبنا النهائي. الثاني. الزوجة اللي بتقف جنب جزعة. حضرتك بتقول لي ان كانت دايما قبل المباراة. خسرته. كسبته. وهي معا ما بتفرقوش لحظة على التليفون. التليفون الوحيد اللي بترد عليه قبل المباراة بيوم بالليل. بعد كده التليفون ده بتقفل. تقول له بالتوفيق. وما كانش فيه موبايلات بقى يعني. لا كان فيه موبايلات بس ايه. احنا رجعنا يا مبورينا نفسه. كان فيه الموبايلات. كان. اول حالة ستة اتسائين. ستة اتسائين. ستعة اتسائين. ستعة اتسائين كانت. بدأت بقى الموبايلات. كان التليفون يتقفل. وكابتون جواري بيفصل. بيفصل. على العرب خالص. فالوحيد اللي هي. هو بيتكلمه أبن المباراة بيوم. وهو بيكلمها بعد المباراة على طول. بعد المكسب. كان بيتسائل بها. أرى طهب. عملي مشاكل في البيت. بسبب الرموسية. فاصل وبعد الفاصل البيت الكبير